اشتركوا في القناة النادي الاهلي يتكون شعر فريق كرة القدم في النادي الاهلي من اللونين الاحمر والابيض بجانب نصر فيه داخله اسم الاهلي باللغتين العربية والانجليزية عام تأسيس النادي 1907 ولقب نادي القرن مكتوب باللغة الانجليزية مع يحطه بخمس نجوم تشير للالقاب المحلية والافريقية طبعا السنادي الاهلي قسر الرقم 10 بقى 11 فالنجمة الكبيرة كانت بتعبر طبعا عن مجمل 10 القاب افريقية وفوق 4 نجوم فبالتالي كل نجمة بعشر القاب دوري والشعار الجديد للالي شهد 3 اختلافات عن سابقه اولا تصغير حجمه اصبح بيضم 3 اضلاع يلتقي اتنين منهم في الاسفل ثانيه هما ازالة اللون الاصفر من الاطار ثالث هما اعادة لقب نادي القرن على اشعار الجديد واللي كان تم ازالته نظرة لضيق الوقت في الموسم الماضي ام يسمى في هذا اشعار اللقب الكبير طبعا بخلاف اسم النادي الاهلي ونصر النادي الاهلي لقب مهم جدا لقب نادي القرن في افريقيا ناس كتيرة بتتعب عشان تعرف بس تقول انا ممكن اقرب من اللقب ده ممكن انافس على اللقب ده انا بحاول اكون يعني منافس على اللقب ده ولكن الاهلي عشان هو فعلا نادي القرن في افريقيا فاللقب مكتوب بشكل رسمي وبشكل واضح دون اي يعني زي ما انتوا عارفين ناس كتيرة بتحاول تداري الشعار وناس كتيرة بتحاول تقرب من اسم نادي القرن ولكن الاهلي بكل جراءة وبكل ثقة لانه هو فعلا نادي القرن كتبوا على شعار النادي الرسمي لان الاهلي هو فعلا نادي القرن في افريقيا فلذلك كان مهم جدا السنادي يتكتب الشعار على او يتكتب لقب نادي القرن على شعار النادي الاهلي مزين بنصر النادي الاهلي ونجوم الالقاب اللي حقى النادي الاهلي سواء محليا او افريقيا طيب دي جزئة مهمة جدا كان تم الإعلان عنها بالأمس والطبعا السوشيال ميديا ناس كتيرة كانت بتتكلم عليها طبعا في مشاكل في حيثة تانية كتير وإحنا كانت كل أزمتنا الشعار الجديد الشعار القديم لقب نادي القرن على الشعار مشاكل لذيذة ممكن بنتناقش ونتكلم فيها الحمد لله يعني المشاكل الكبيرة بديبها في أماكن تانية لكن الحمد لله ربنا صبحانه وتعالى بينعم على النادي الآلي بالاستقرار بنسبة كبيرة على هذه المنظومة اللي تشتغل وانا برح قلت والله الإدارة الوحيدة اللي تشتغل في المنظومة الرياضية هي إدارة النادي الآلي عشان كده النجاحات الحمد لله بتتحقق في السنوات الأخيرة وعلى مر التاريخ في النادي الآلي دايما بشكل رائع جدا